صرخات أم مكلومة وهي تودع ولديها قبل نقلهما إلى مثواهما الأخير والذين قتلتهم الميليشية الإنقلابية بقصفها المدفعي الذي استهدف سوقا شعبيا جنوب مدينة تعز في ذروة الحركة التجارية والسكانية لتحط إحدى قضائفها في عمارة سكنية مليئة بالسكان وتسجل مجزرة جديدة لتكون المجزرة رقم 200 و 1 في تعداد المجزر التي ارتكبها الإنقلابيون في تعز منذ بدء حربهم عليها خلفت المجزرة الأخيرة 19 بين قتل والجريح قلسين بالفرزة أقعد قضيفها للعمارة بالفرزة وردت الشضايا للأرض يعني مات قتلوا ثنين وواحد يعني بتكين يده والباقين قرحا وثنتين نساء يعني شققين الراس عفين يعني تفتر الراس عفين من السيدات قام في تمام الساعة 12 يعني وقت الضروة وهذه منطقة يعني لا هي منطقة عسكرية ولا هي منطقة هذه برزة كما تشوف هذه برزة وهذه بيت منزل يعني منزل أحد المؤمنين هنا يشيع الأهالي ضحايا المجزرة والتي تحولت إلى تظاهرة حاشدة ارتفعت فيها أصوات الغضب من مواقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها والتي يتهمها أبناء المدينة بالانحياز للانقلابيين ومباركة جرائمهم نحن الآن معتدى علينا إلى عقدارنا بأي ذنب نقترفه فما الأمم المتحدة؟ هل الأمم المتحدة غافل عن ميقري؟ مش غافل عن ميقري ولكن هم مشاركة الآن في ميقري في تعز هل ما تستطيعش تغطي على شللة معتدية ليس لها أي سنة قانونية في تبرير ميقري ومع سيل المجازر التي خلفت حتى الآن أكثر من 21 ألف قتيل وجريح في مدينة يطبق الانقلابيون عليها حصارا خانقا إلا أن المجتمع الدولي لم يحرق ساكنة غضب شعبي متصاعد ضد مواقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها حيال المجازر التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين والتي يقول السكان هنا أنها تنحازر القتل وتكيل بمكيالين محمد الحزيفي الإخبارية تعز